قال أحد الحكماء ثلاثة تدل على عقول أربابها الرسول والكتاب والهدية هو قالها وإحنا اللي ابتلشنا في أيام العيد بشكل خاص وفي المناسبات السعيدة بشكل عام يستنفر الناس في تبادل الهدايا كعادة يعني أظنها حميدة بإذن الله الزوج والزوجة على وجه الخصوص عندهم الكثير من القصص حول العناء اللي يجدون في مهمة البحث عن هدية العيد هذا العطر ما يحب زوجي وهالجزمة طلعت أكبر من مقاسة هذا اللبس مدري يطلع قدها ولا لا ويروح يتصع الأخته ويسألها عن طول زوجته وقصة خذلك مواقف ونوادر ومشاكل إيه مشاكل؟ لإنسالفة الهدايا تتحول إلى حق الألغام ما تدري متى بينفجر في وجهك فإذا اجتمع مع تقديم الهدية طلب الكمال في اختيارها والكلفة في شرائها والتكلف في طريقة تقديمها واللهفة في معرفة رأيه والترقب لردة فعله فهذه الهدية هدية سامة نعم سامة تسمم العلاقة بين الزوج وزوجته تضر المهدي وتفسد مشاعر اتجاه المهدى إليه ربما تفسد العلاقة بعد أن استنزفت ماله وجهده ووقته وبين التكلف والترقب يكمن الشعور بالخذلان وتنكسر الخواطر وتتجمد المشاعر الشعور بالنكران يحدث عند انتظار الامتنان أنا أنتظره يرد علي أنا أنتظرها تتفاعل تتفاجأ ترسل تشكر مرارة الجحود في انتظار المردود وخيبات الأمل تعشعش في زوايا الترقب الهدية تفسدها الطقوس المصاحبة لها الهدية ليست صفقة تجارية تبادلية أعطيك عشان تعطيني الله عز وجل يقول ولا تمن تستكثر قيل لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه لا تعطي وتنتظر الرد بعطاء أكثر تموت لذة العطاء في سجن الترقب بتهمة الجحود الهدية هبة يا كرام وليست سلفة لازم ترجعها لا تتهاوشون عشان هدية لا تنكدون فرحة العيد عشان هدية لا تقارنون هدايا بعضكم ببعض الأذواق تختلف القدرات تختلف الإمكانات تختلف لا تقارنون هداياكم بهدايا غيركم كل أسرة لها حياتها وظروف وإمكاناتها لا تختزلون علاقتكم بهاللحظات لا تشككون في الحب والمودة والعشرة بسبب نسيان هدية أو الاستهانة بقيمتها أو طريقة تقديمها لا تجعل هديتك قيد يكبل حريته لازم يلبسها لازم يكشخ فيها لازم يصورها ويصور فيها لا تزعل إذا طلبت زوجتك الفاتورة عشان تستبدلها أو ترجعها أكثر عادي لا تقتل فرحتها ببرودك لا تقتلي مبادرته بردودك المهم في الهدية أنها اعتبار وتذكار أنها مفتاح للقلب ومصباح في الدرب هي ليست الباب هي ليست كل الطريق الأهم منها أن نعتبر صلاح الطرف الآخر أعظم هدية يقدمها لنا إذا أنت تكون كويس وصالح في ذاتك ترى هذه أعظم هدية يمكن أن تقدمها لي أنا فأفرح فيها الله عز وجل يقول ربنا هب لنا هب هب هدية من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هذه الأشياء التي تقر بها الأعين هذه الهدية التي لا تشترى لا تكثر العتب فيتعب لا تكثر من الجفاء فيتحول الحب بينكما إلى مجرد الدعاء اجعل الطرف الآخر يقدم الهدية لكي تسعد وليس لكي تسكت اجعلها مداواة ولا تجعلها مجاراة قدمها ولا ترتقب ردة الفعل أطلاقا لأن الترقب مشكلة أنه مزرعة للإحباط ومفرخة للعتب لا تتكلف ترى ليحبك بحق وبصدق لن يحتاج إلى أدلة إثبات القضية فإن أصابتك تكاليف وتقوص الهدايا بالصداع فعالجه ببنى دول الاحتساب محتسبا الأجر في إدخال السرور على قلب زوجتك وقلب زوجك وهذا العمل من أحب الأعمال إلى الله جل جلاله وتذكر قول حبيبك صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وقد قيل الهدية تسل السخيمة وتجبر الخاطر وتذكر أنها دواء ولكل دواء أعراض جانبية ودات كالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر